ويلا بينا نعمل مطعم للسمك بالليل. فكرة مجنونة شوية جبت سردين علشان السمك اعتقد ان هو بيحب السردين. وجبت الشوليت ده والسنارة دي اسبت فيها اكل للسمك واسبتو على تربيزة الصفر. المشكلة ان القطة تتلمت حوالي قلت لهم لا ده مش المطعم بتاع كل مرة دي المطعم بتاع السمك بس برضو محدش صدقني. جحزت الكاميرا وسبتتها وعملت تشاك ان هي شغالة تمام. وبعد كده اخدت المطعم بتاعي وروحت المكان اللي حنزله في المياه. طبعا الدنيا كانت ضل مكوح لما كنت شايف حاجة لولا ان انا كنت اخذت كشاف على راسي. وبعد كده ابتديت انازل المطعم بتاعي المياه بالراحة واحدة واحدة الاول كنت بادي بالسردين. وتقريبا العمق المرة دي كان اتنين متر ونص تلاتة متر حية كده. وكنت منور للمطعم علشان الكاميرا تبقى شايفة بالكشاف كده زي ما انتو شايفين كنت قاعد في الساقة الدنيا كانت تلجة. مش ده المهم المهم اللي انتو لو شايفين من ناحية الشمال كده كان فيه كابوريايا بتفكر كده عمالة تبص على اكل اللي في المطعم. بس مرضيتش تاكل مش عارف ليه حتى مشي يمين شوية كده. حتى كانت حتوق على وشاية كده وبعدين راح يتحاو دايمين. آآ كأنها مش شايفة المطعم بتاعي. فانا زعلت قلت ايه لا انا هغير المينيو. وديت الاكل للقطط. وروحت مكرر الموضوع تاني بس حطيت جنباري المرة دي. اول محطيت جنباري بقى. ابتدى السمك يجي من على الشمال. ويجي من عاليمين. ويجي من تحت الكاميرا. ويجي من فوق الكاميرا. والدنيا كانت آآ هيصة خالص خالص خالص. سمكة غريبة كده جرنجة عباين ولا ايه. آآ السمك كان عمال يأكل وكان مبسوط جدا بالجنباري بصها حتى تجنباريها كلها فبق واحد. كانت حطو الزور بس الحمد لله حصل خير. المهم بعد حبة كده جات سمكة شكلها اغرب كمان يعني. كانت برضو عايزة تاكل بتبص المينيو فيه ايه المرة دي بس اول ما قربت من الاكل راح جاي الجرنجة راح مهاجمها وراح ترضها برا المكان ده بحيس ويحفز على اكله والمطعم بتاعه لنفسه. كان قاد على تربست الصفرة. وبعد كده كانت الدنيا بتشتي وكان الجو هوى وسقع عجامد جدا. قلت لأ انا هالم الدنيا كده واتكل على الله ولو الدنيا عجبت الناس ابقررها بس يكون ايه الجو احسن شوية. السلام عليكم.